أستاذ هلأ طبعا لك الفنان إله قصته بشكل عام باختياره للفن بس أنا أحابب اسمع قصة باسم السلكة ليش باسم السلكة بالذات تختار طريق الفن وبالأخص طريق الدراما وصناعة الأفلام عن غير مجال تاني هلأ ما في حدا يعني خلينا نقول إذا عم نحكي إلا بالشكل الرسمي للموضوع ما في حدا بيختار موضوع الفن بعادة هو اللي بيختارنا يعني منزل طفولة وفترة المراهقة بيحس الواحد الخيارات أمامه واسعة هو بيختار بيناتهم ولكن تحديدا موضوع الفن إذا ما كان حقيقة موجود بداخل الشخص بين الصعب اختياره لأنه هو طريق شاق وبالغ الصعوبة وما حدا بيقدر يتحمله ويختار هذا الطريق الطويل واللي بيطالك أمامك كثير من العقبات والصعوبات والتحديات والمنافسات إلا إذا كان فعلا هذا الشغف موجود بداخلها ولكن خلينا نخلي السؤال إنه ليش اخترنا هذا النوع من الفنون ضمن الفنون كلها حقيقة صار فيه لا شك بالبدايات محاولات بالكتابة بالرسم بالموسيقى يعني عالم الفنون كل هذا هو عالم جذاب كان بالنسبة إلي ولكن تحول كل ما ذكرته لهوايات وتم امتهان القصة والإخراج بالنسبة إلي كان هذا الموضوع جدا جذاب لسبب إنه أنت بالحياة دائما في عندك تمنيات وعندك رؤية ما بسير الأحداث اللي حولك ولكن لا تستطيع أن تغير شيء فيها إلا بالقدر الأليم بتجي إنت بهذه الصناعة إنت عملين عم تختار شخصك عم تختار ظروفك عم تختار حكايتك عم تحرك شخصياتك عم تخليون شي يقوله بالنسبة إلي كانت هي شبه من تحقيق الأحلام اليقظة من خلال الشاشة ترجمة نانسي قنقر